مرحباً اسمي كورونا أنا فيروس من عائلة البرد والإنفلوانزا أنا أحب السفر والقفز من يد إلى يد لأقول مرحباً هل سمعتم عني؟ ماذا تشعرون عندما يقولون اسمي؟ قلق؟ ارتباك؟ هدوء؟ فزن؟ عصبية؟ فضور؟ بالتأكيد لديكم مشاعر كنت سأشعر مثلكم أنا أيضاً أحياناً يشعر الكبار بالقلق عندما يقرؤون عني الأخبار أو يسمعون عني على شاشة التلفاز هذا أنا ولكن سأشرح لكم عن نفسي لكي تفهموا عندما آتي للزيارة أحضر معي طعوبة في التنفس، سعال، حمى شديدة، لكنني لا أبقى مع الناس لفترة طويلة، وغالباً يتحسن الجميع ويتعافوا، ودعاً تماماً مثل ما تخدش في ركبتك وتشفى بعض أيام، لذلك لا داعي للقلق، لأن الكبار الذين يعتنون بك فيحرصون على عدم حدوث أي شيء سيء لك، ويمكنك المساعدة 1- غسل اليدين بالماء والصابون أثناء غنائك لأغنية جميلة غني أغنيتك المفضلة، أغنية عيد الميلاد أو أغنية الحروف 2- ثانياً استخدام معقم اليدين وتركه إلى أن يجف على يديك لا تحرك يديك وعد حتى العشرة 1- اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة ثم يمكنك العودة للعب إذا فعلت كل ذلك فلن آتي للزيارة بينما يعمل الأطباء على إيجاد لقاح سيسمح لي أن أزوركم دون أن أصيبكم بالمرض ودعاً قصة مانويلة مولينا ترجمة حنين حاج يحيا بصوتي ربا ورور اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة